الخبر الأول اللي عدتنا عن بيسان إسماعيل ورادها على نارين بيوتي ومتابعيها فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي أحمد النشيط يقول لها بيها إنه أنا يعرف بيسان من الزمان وهي قلبها طيب وين المشكلة إذا صورنا ويا بعض وبالنهاية يوجه رسالة نارين بيوتي ومتابعيها إنه ساوي شي اللي تحبوا ولا تتهجموا على أحد وطبعا آخر مقطع نزلت بيسان متعرضت به للتهجم لأنه موفلوكز من كان موجود به فاكتبوني يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وشو رأيكم برسالة أحمد النشيط وبيسان النارين بيوتي ومتابعيها الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد مار فمحمد نزل على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي حمس بالمتابعين للمقطع اللي راح ينزله ولكن من واضح أنه نور مار موجود بالمقطع ولكن هذا المقطع راح ينزل اليوم على الساعة بالأربعة على قناة محمد مار أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مملكة القصص وأعلانها عن مفاجأة واللي هي تحويل قناتي الثاني المملكة الرعب إلى قناة أخبار ولكن يا حبايب ما راح تكون قناة أخبار يوتيوبر وإنما أخبار بشكل عام إذا حابني يشترك بالقناة راح أطوكم إياها بالوصف طبا ما ندري الفكرة هتكون كلش متعبة ولكن أكيد ما راح تتأثر القناة الأولى بهذا الشي الخبر الثالثي اللي عدنا عن مشكلة ريدر وي أحمد أبو الرب فبعد ما ريدر نزل الاستراكات على أحمد أبو الرب وأحمد طلعه ونزل مقاطع ورد بيها على ريدر وكان مفروض أنه تنتهي القصة ولكن اللي صار هو أحمد نزل هذا المقطع قبل أسبوع واللي كان يحتي بيها لمحمد رمضان وشوية ميمزات وبعدها تقريبا بيومين ريدر نزل هذا المقطع على قناته واللي كان تقريبا نزل صورة مصغرة مع المقطع أحمد أبو الرب وبعدها بيومين وحتى العنوان تقريبا المشابه فالريدر تعرض الهواية من التهجم أنه هو إذا يقلد أحمد أبو الرب فالريدر قرر أن يلغي اسم أحمد أبو الرب من التعليقات فحطه بخانة الكلمات المحظورة عمود ما يطلع اسمه بعد بالتعليقات فلو تدخلون على آخر مقطع له وتكتبون أحمد أبو الرب بعد ما تروحون على كلمة الأحدث أولا وبعد ما تروحون على كلمة الأحدث أولا تحفظون اسم هذا الشخص وبعد نغير الحساب نشوف هل التعليق سيطلع للناس أو لا بعد ما غيرنا الحساب سننزل بها على التعليقات ونذهب على الأحدث أولا وفجأة سنكتشف أنه تعليقي ما سيكون موجود ولكن تعليق هذا الشخص الثاني موجود فمادر الصراحة اكتبونها بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر وشو رأيكم بحركة ريدر أنه يلغي اسم أحمد أبو الرب من التعليقات الخبر الرابع اللي عدنا عن مريانا غريب وكشف الحقيقة وهي حبيبها السابق فمريانا نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي من الواضح أنه يبيب السيارة وواضح أنه أكون شخص ثاني وياها هوي من الأشخاص شافوا أنه طريقة التصوير كان من هذا الستوري نوعا ما غريبة يعني طبعا هذا الستوري هو قديم من عام 2019 تقريبا مثل ما شايفين فهي كانت تسترجع الذكريات بهذا الستوريات وطبعا هواي من المتابعين سألوها أنه منه هذا الشخص بالضبط ولكن هي ما كانت تسرد عليهم وطنشهم فمدري صراحة أنكتبونا شو رايكم بهذا الخبر بالكومنتات بس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع طبعا أحب أذكركم أنه قناة الثانية بالوصف الحبني روح يشترك بيها وبس بجانا كفية زيام خطمة من نقطة الخصص ومع السلامة